اشتركوا في القناة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني يا صاحب الجلالة نرفع إلى مقامكم السامي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع رجالكم المخلصين في قوة دفاع البحرين أسماء آيات التهاني وأطيب التبركات مقرونة بخالص الولاء والطاعة وعظيم الامتنان بمناسبة الذكرى الخمسين اليوبيل الذهبي الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس جلالتكم حفظكم الله لقوة دفاع البحرين الباصلة أن لتوجهات جلالتكم الحكيمة ودعمكم المتواصل ورعايتكم الكريمة لقوة دفاع البحرين جلال أثر في تطوير قواتكم المسلحة وما وصلت إليه اليوم من مستوى مشرف تنظيما وتسليحا وتدريبا ما كانت لتتحقق ألا بفضل الله عز وجل ثم توجهاتكم النيرة وقد شهد بذلك المجتمع الإقليمي والدولي وإشادة الجميع بما تتمتع به قوة الدفاع من كفاءة عالية وجهزية قتالية وانضباط عسكري وسمعة طيبة يفخر بها كل مخلص لهذا الوطن سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى أن رجالكم في قوة دفاع البحرين وهم يحتفلون بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم مجددين العهد أمام الله عز وجل أمام الله عز وجل بأن يظلوا جنودكم المخلصين لجلالتكم وبذل مزيد من العطاء والتضحية في سبيل الرفعة والمنعة لمملكتنا الغالية بارعين للعلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم بعنايته وأن ينعم على جلالتكم بعظيم كرمه ويعيده عواما عديدة وأنتم تنعمون بمنفور الصحة والسعادة والهناء وعلى وطننا الغالي بالتقدم والرقي والاززهارة حافظكم الله يا صاحب الجلالة وسدد على طريق الخير خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله برقية شكر جوابية إلى القائد العام لقوة دفاع البحرين هذا نصها الأخ المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة حفظه الله القائد العام لقوة دفاع البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نبعث إلى معاليكم بخالص التحيات وصادق التمنيات بمنفور الصحة والعافية مقرونة بتقديرنا لمعاليكم ولجميع منسوبي قوة دفاع البحرين الباسلة قادة وضباطا وجنودا لتهنيتكم لنا بمناسبة الذكرى الخمسين اليوبيل الذهبي لتأسيس قوة دفاع البحرين هذه المؤسسة الوطنية التي تشكل الحصن الواقية لمملكة البحرين العزيزة وستبقى بإذن الله حيث نريدها ويريدها شعب البحرين العزيز قوية عتيدة يتمتع منسوبيها بأعلى درجات الكفاءة وزرة بكل عوامل الاقتدار تدريبا وتسليحا وجاهزية ومعنويات عالية واثقة واستعدادا للتضحية لعجل سلامة هذا الوطن بكل الوفاء والولاء إن هذه القوة الباسلة موضع اعتزازنا العالي وتقديرنا العميق وثقتنا المطلقة نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ قوة دفاع البحرين وكل قوى الأمن في هذا الوطن العزيز دمتم سالمين بإذن الله حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين اشتركوا في القناة